في قرار ملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية واس كلف الملك سلمان ابنه محمد برئاسة مجلس الوزراء وحكيت لك على عجالة بالأمس لكنه موضوع يستحق وكلف ابنه التاني خالد بمنصب وزير الدفاع هذا القرار والذي يعتبر استثنائيا بامتياز لمدة 56 من النظام الأساسي للحكم في السعودية تنص على أن الملك هو رئيس مجلس الوزراء إلى أن يذهب للقبر تعرف السعودية لانتخاباته ولا بتاعه لحد ما يروح للقبر ده نص البيانة اللي صدر بالأمس اللي بيتسلم فيه ابن سلمان رسميا للمرة الأولى في السعودية في ظل حياة الملك منصب رئيس مجلس الوزراء ده البيانة هو اللي صدر ونشرته واس وقالت الانتخابات السعودية الرسمية تكون صاحب اسمه الملك محمد المسلمان رئيسا لمجلس الوزراء استثناءا من حكم مدى 56 من الحكم ده تصلة تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برقاستنا يبلغ التي نحضرها برقاستنا الملك بيقول في القرار النقطتين اللي تنصدهم هنا نقطة الاولى ان الاستثناء استثناء عن القرار 56 الموضوع ده ما حصلش في تاريخ المملكة كلها قبل كده والقرار ده تعرض تماما مع نص صريح في الدستور الملك السعودي اللي بيقول ان الملك واحده هو الرئيس الوزراء ولا يمكن يكون احد غيره حتى وفاته حتى وفاته هكذا يقول القانون او المدى 56 اهي ملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعونه في ده مهامه اعضاء مجلس الوزراء ويفقى الاحكام بتاع وصلحياته واسلوم بتاع طيب نقطة التانية في هذا البيان هي البند التاني اللي بيأكد ان الملك سلمان هيكون حاضر في تلك الجلسات والجلسات برئسته برئسته قالك الجلسات اللي احضرها الملك هتكون برئسته معنى كده ان القرار ده طالع ليه لهدف معين ملك هترقص الجلسات اللي هشارك فيها بالرغم ان ابن سلمان هو رئيس مجلس الوزر اه وبوص تكون جلسات مجلس الوزر التي نحضرها برئستنا القرار ده اللي كاتبه الملك يعني او المفروض طالع باسم الملك طيب وجهتين نظر غير متعارضتين في هذا المشهد ليه ليه في هذا التوقيت وليه هذا القرار الستثنائي وجهة النظر الاولى احنا مش بنعرضها لكني مش بايدها قوي انا مع وجهة النظر التانية وجهة النظر الاولى ان من سلمان خلاص بيمهد لاعتلال العرش ودي كانت خطوة اخيرة لان بعد رئاسة مجلس الوزراء ولاية العهد ما فيش منصب تاني في المملكة اعلى منه غير الملك نفسه ايه وجهة نظر موجودة محترمة لكننا لا نتبنها قد تكون صحيحة لكننا ما نتبنهاش احنا تبننا ان ما فيش حرب كنا اربعة وعشرين ساعة قبل الحرب على اوكرانيا وكنا نتبنى قلنا لا يمكن تكون في حرب وحصلت حرب حقيقة يعني وكنا من اكتر ناس اللي صدمنا فيها يعني ليه بحكي لك كده عشان بقولك ان ده رأينا الشخصي طيب وجهة النظر التانية اللي احنا اللي قلتها لحضرتك امبالا قرار ده بالنسبة لابن سلمان تحصيل حاصل لانه اصلا بيحضر معظم الاجتماعات نيابة عن ابوه اللي ظروف مرضه اه واصلا هو بيتعامل بيعامل كانه الملك حتى بيضل وجود ابوه ما عندوش اي مشكلة في الحكاية دي لكن الخطوة دي ليها بعد خارجي مع قصة الملاحقات القانونية لابن سلمان حصانة لان منصب رئيس الوزراء بالنسبة لامريكا محصن فاكر انت موضوع بتاع حازم الببلاوي فاكر حازم الببلاوي ازاي امريكا عفلت بتاعك كده انه رئيس الوزراء لما رفع عليه محمد صلاح سلطان القضية والقصة السنة اللي فاتت عرفت امريكا حصنت منصب رئيس الوزراء ازاي فدي ليه علاقة بمقتل جمال خاشقجي بايدن بيزبط التزبيط صحف العالمية النهاردة بتتكلم عن ده الجارديان على سبيل المثال تحدثت عن تعيين محمد بن سلمان رئيسا للوزراء قبل دعوة خاشقجي في امريكا منصب جديد من المرجح ان يمنح الامير حصانة سيادية في حالة مقتل صحفي في صفارة المملكة العربية السعودية حصانة سيادية منصب رئيس الوزراء محصن بالنسبة لامريكا فهم؟ ما ينفعش زي ما حصل مع الببلاوي فهو كان لازم يبقى رئيس الوزراء عشان فيه محكمة عتصدر حكم في امريكا بخصوص خاشقجي اللي الايام القليلة القادمة فعايزينه يبقى محصن لان الحكومة امريكية اقرت اكتر من مرة من خلال التقارير للسخبراتية تورط ابن سلمان المباشر في الجريمة دي حكاية احنا متأكدين منها لكن كمان التقارير للسخبراتية اكدت ده في امريكا والجارديان بتقول النهاردة ما ذكرناها بالنص بالامس بفضل الله وحده بعد اقل من ساعة من القرار ولا ساعتين من القرار وان القرار ده هيحمي ابن سلمان من دعوة قضائية معدها الاسبوع اللي جاي متعلقة بتورطه في مقتل خاشقتي هذا القرار جاء بناء على طلب امريكي ده بنعمل ايه امريكا؟ قالت لهم لا تعملوا كده تخلوه رئيس الوزر لكن منتقد الحكومة السعودية رأوا ان توقيت القرار مرتبط بشكل شبه مؤكد بالموعد النهائي الذي يلوح في الافق بامر من المحكمة الاسبوع المقبل في امريكا وطلب قاضي امريكي من ادارة بايدن التفكير فيما اذا كان يجب حماية محمد ابن سلمان بالحصانة السيادية في قضية رفعتها خطيبة خاشقتي خديجة جانكيز وعادتها ما تمنح هذه الحماية لزعيم دولة مثل رئيس الوزراء او ملك او رئيس حماية دولي قاضي الفيدرالي في قضية خاشقتي يضع بايدن على المحك فيما اذا كانت سيقدم اذا كانت سيقدم الحصانة القانونية لوليه العادي محمد ابن سلمان تأتي دعوة المحكمة لتوضيح وضع الامير في الوقت الذي يواجه فيه بايدن انتقادات لتخليه عن وعده بتحويل المملكة العربية السعودية الى منبوضة الجزء ده اتكلمنا فيه عن وعود والكلام اللي لحسوا بايدن نتيجة الحرب الاوكرانية الروسية معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى في تحليل القرار تبنى ايضا ما تبنناه مع حضراتكم في ختام حلقة الامس عن تنازل غير مسبوك للملك سلمان عن هذا المنصب في هذا التوقيت معهد الامريكي للشرق الادنى ملك السعودي يتنازل عن منصبه كرئيسا للوزراء لصالح ولي العهد ملك السعودي يتنازل عن منصبه كرئيس للوزراء لصالح ولي العهد قرار الاتخد يمبارح ايضا ملك سلمان خدقارين قرار الاول ان ابنه محمد يبقى الرئيس الوزراء قرار التاني ان ابنه خالد ابن سلمان اخه محمد يتولى منصب وزير الدفاع خالد اصغر سنة من محمد طيار سابق لطيارة اف خمستاشر لكن تم ترقيته من طيار الى منصب نائب وزير الدفاع خرق متكلمتش بتكلام ده ما منسألش الاسئلة دي يا كلاوي خالص خالص طيار بقى نائب وزير الدفاع وبعدها بقى وزير الدفاع مش مهم كل ده مش قصتنا في القصة ها كلها المهم ان الواد الكل بيخاف من غدر وخيانة ابن سلمان وان مالوش عزيز ولا غالي الواد وط على اديه يبوسها خالد وط على اديه اخوه يبوسها زي محمد برضو لما سنجف ابن نايف في القضة الضلمة وطلعه ها وتنزل على العرش كان وط على اديه ورجلين ابن نايف يبوسها اما في ميدان السياسة العامة خطوة دي هيكون لها تأثير في افاق التطبيع بين اسرائيل والسعودية لانها هتبقى خطوة مهمة ياخد بعدها ابن سلمان خطوات التطبيع الرسمي واللي بيبرر لاسرائيل الفترة اللي فاتت انه مش قادر ياخدها بسبب انه ممكن يحصل غضب في السعودية يمنعه من الوصول للعرش بخصوص العلاقات الامريكية السعودية المحللين الامريكان توقع انه ما يحصلش اي تغيير في العلاقات في الوقت الراهن غير ان ابن سلمان هياخد بس الحصانة لما يسافر لواشنطن واوروبا كنتيجة تلقائية بعد صدور انه هو رئيس الوزراء لانه وليه العهد ملوش حصانة حصانة للملك ورئيس الوزراء ولا يتوقع اي تغيير في العلاقات مع الولايات المتحدة على الرغم ان المعلقين اشاروا ابن سلمان كرئيس الوزراء سيتمتع بحصانة سيادية عندما يسافر للخارج ففي السابق ربما كان يتوخل حذر بشأن زيارة الامريكا خشية مواجهة اجراءات قانونية محتملة على خلفية مقتل الصحفي واشنطن بوست جمال خاشقتي وبغض النظر على التحليل المنطقي لترقيته الى هذا المنصب فقد تكون مفاعيل هذا التغيير كبيرة على السعودية وعلاقتها الخارجية على حد سواء ويبقى السؤال الاخير اللي بيسألوا الاعلام الغرب بكله النهاردة ماذا لو اصبح ابن سلمان ملكا قناة هوب فوكس الامريكية حاول التجاوب عن هذا السؤال ما الذي يمكنه مبنى الناس becomes Saudi Arabia's king بن سلمان came to power Mohammed bin سلمان the murderous prince that was a quote from Abraham Lincoln almost all men can endure difficulty but if you want to judge a man by his character give him power what do you think will happen if MBS becomes Saudi Arabia's king according to human rights organizations MBS personally oversees the execution of 16 people on average each month this is the highest execution rate ever recorded in Saudi Arabia موسيقى اعدام ستاشر واحد كل شهر ستاشر واحد كل شهر ده ولسه ما بقاش يعني دي دي لسه دولة السعودية اللي قال سعود في طريقة هل تبقى الدولة السليمانية نسبة اللي محمد بن سلمان بقى ما انا قلتلك الدولة السعودية كانت ماشية بالعرض حضرتك بشكل افقي اخوات اخ بياخد اخ افقي اه نسقط اخ نقتل اخ نمنع اخ نهجر اخ تمام انما ماشي اخوات فهي الاول مرة هتمشي ايه رأسي ولاد فمحمد بن سلمان بقى ايه مش هيرجحها اخوات تاني اخوات ايه هتبقى محمد بن سلمان وعياله بتاع الدولة السليمانية فكل دوما بقاش الدولة السليمانية اذا يبدو ان الحصانة هي الهدف المنشود من هذا القرار